سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك عليك حبيب الله زيك وحبيب عاملين ايه وحشتون يا رب تكونوا خير وبعد ساعات الدنيا بين ايديك وتحت رجليك يا رب. انا امل وديك لو اول مرة تشوفيها يا ريك تنزل تشرفيني وتنوريني وتشترك فيها ما تنسيش تبع عليك زر الجرس من الكل وكمان تضغطي لايك ويديك الحلوة دي. يوم جديد وروتين جديد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا زي ما وعدتكم هوفي بوعدي. ايه يوم اللي عزو ما وعدتكم ان انا هصوره فبازن الله كده ايه نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احاب اقول كلماتين قبل ما ابدأ في الطبيق وكده. ونبدأ اليوم بتاعنا والروتين بتاعنا. احاب اقول لكم بجد ما فيش احسن من لمة العيلة. بجد بتبقى حاجة جميلة جدا. وكل بيساعد بعضه. ما فيش حد اقاعد كده. لا كل بيساعد بعضه. وكل اللي قادر يعمل حاجة بيقوم يعملها. بجد لمة العيلة بالدنيا وما فيها. بيت العيلة مش وحش يا بنات والله. اه العمات اما بيكونوا كويسين. بيكونوا بجد حاجة تانية خالص. اه كفاية ان هي تيجي من بيتها كده وهي مع الزومة. وتيجي تقف معاك وتبخ وكده. كمان اما تكون انت وسلفتك متعاونين. اه بجد بتبقى حاجة جميلة جدا. فربنا يدم علينا اللمة. وربنا يدم علينا كده الناس الحلوة والصحبة الحلوة. اللهم امين يا رب العالمين. وربنا يخلي حماية وحماتي. اه يا رب كده. ودايما مجمعين العيلة. ويخليلي بابا وماما. اللهم امين. واخواتي. اه وتعيش يا بابا ويا ماما. ودايما وتلموني. انا واخواتي اللهم امين. بجد انا ببقى فرحانة قوي سواء في بيت جوزي او في بيت آآ والدي وكده. اما بنكون اللمة العيلة كلها مع بعضها. يعني ما فيش حد اللي في ايده حاجة بعملها. بجد بتبقى من من اسعد لحظات حياتي يعني اللمة دي. آآ فنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ اليوم بتاعنا. طبعا اول حاجة كده انا نزلت لقيت حماتي آآ عملت البط. كان نفس اصوره لكم والله عاملة دكر بط وعملة آآ الضكر آآ لا. اديك اللي هو البلدي. عشان انا بغلط بس. اديك البلدي كده كان كبير وحلو كده. فدبحته طبعا الطيور دي كانت عاملنا. فدبح آآ كانت دبحها وكده. المهم لقيتها هي وسلفتي طباخة البط طبعا كان نفس اصور لكم البط لان هي بتحشيب الكبت وبالاونس بالرز وكده. ببقت جميب جدا يا بنات. انا واحدة من الناس ما باكلوش بس هي بتبقى ريحته حلوة. بتفكرني بيجدب والدتي وهي بتطبخ الحاجات دي. آآ فا آآ بتبقى ريحته جميلة جدا. فلاقيت طبخته كده. وطبخت اللي هو الديك البلدي. عشان ما غلطي هو الديك البلدي. آآ وكمان انا جبت بقى ايه فراخ وزارة وكده. كان في فراخ وزارة لان في جزء بيحب البلدي وفي جزء بيحب البط وفي جزء بيحب الفراخ البيضة دي. طبعا آآ مرضناش نعمل اللحمة لان كل البط ده هندهم حاجة بصوا احسن من اللحمة ميت مرة. فقلنا لأ هنقضيها كلها ايه? بمعنى اصح طيور كده يعني ايه زفر زي ما بيقولوا هنا. آآ يعني ايه هنقضها ايه? زفر وكده? اللي هو البط وفراخ. سواء فراخ بلدي او فراخ وزارة. آآ والبط بتاعنا اتضكر طبعا. طبعا هنا انا جيت آآ كان آآ عندي كيس صلصة وعما آآ وسلفتي رب ناس لحالها قطعت للبصل وكده. ولوحته بعد كده ايه? حطيت كيس الصلصة وسبتهم مع بعض. بعد ما لوحت البصل. بعد كده هنزق نزلت بالكفتة طبعا شلت جزء من الصلصة بتاعتي آآ عشان هنعمل آآ يعني. لا ما شلتش يا بنات. آآ حطيتها كلها. كدل الصلصة طبعا الكيس كله حطيته لان كان هنعمل بطاطس. آآ كباب وفي بطاطس كمان. يعني بنستنى ما كباب يغلل لان هو بياخد سوا كتير وزي ما قلت لكم انا قلت لكم في الروتين تحت برضو عند حماتي قبل كده. آآ في الفيديو اللي فات آآ ان حماتي بتعمل الكباب بيبقى اغلبه لحمة فبياخد آآ يعني بيستوي يعني ممكن يعود له ساعتين ما يستوي او كده او ساعة ونص. طبعا هنا كنت بسخن مية وبزود البط اللي هو محش رز فمش هايزاي يستوي قوي عشان يعرفوا ايه يقلوه كده. المهم هنا جيت برضو بالفراغ الوزارة طبعا كنت كانت الحاجة كبيرة اللي هو الفراغ والحاجة كانت كبيرة على الحلة والحلة الصغيرة. واحنا عايزين طبعا آآ البتجاز اربع عيون فمش ما كانش مقضي وكده. فقلنا ايه آآ قلنا لأ هنجيب الحلة الصغيرة ده طقم الحلة بتاعي انما الحلة كبيرة دي بتاعي اتحاماتي. فقلنا هنجيب الحلة لايه اللي يكون حجمها حلو. ايه مهم ما عملت هنا ايه? انا قلت لهم بس جاهزوا الحاجة بما انها حب ان انا اصور لكم فقلت لهم جاهزوا الحاجة. وانا آآ هقف انا اشوف الاكل وكده. الصراحة يعني سلفتي آآ ربنا يصلح لها يا رب. كانت بتسعيدني. تقطع للبصل تناولني الحاجة بجد يعني آآ ربنا يصلح حلة وسعيدة وتفرح باولادها يا رب الله ما امين يا رب العالمين. جيت هنا برضو كانت مقطعها للبصل خدته كده وهلوحه عشان هعمل اللحمة المفرومة لان هنعمل بشامل. آآ كمان آآ انا هنا كنت زودت الفراخ. آآ طبعا الفراخ كانت كبيرة اللي هي الفراخ الوزارة وكده كانت الفراخ كبيرة كده يا بنات. فقطعتها له يعني كطع حلوة. آآ تقضي يعني بمعنى اصح تقضي يعني ايه منابل الاولاد وكده. لان الاولاد اللي عايزين ياكل والباقي هيكل بطل. المهم العزومة طبعا يا امن انت معتناش العزومة المين? العزومة العمتي الكبيرة ربنا يصلح حالها يا رب ويدم عليها الصحة والعافية بجد دعو لها بنات لان هي من احسن العمات اللي شفتها في حياتي. آآ احترام وادب ودايما مش بتبقى عامة لا. آآ ده بتبقى اخت كبيرة لنا والله العزيم ربنا يصلح حالها وتفرح باولادها اللهم امين يا رب العالمين. هنا كنت بقى ايه كل حاجة كل الاكل بتاعي كان ازود مية. زودته مية. البط زودته والفراخ وكمان البتاع. طبعا كنت نزلنا الفراخ اللي هو الديك البلدي نزلناه آآ لانه كان نستوي. الحاجة اللي بتستوي كنا بننزلها كده نحطها عالترابيزة نحطها يعني ايه في مكان آآ عما نخلص يعني وكده. المهم جيت هنا كنت لوحت اللحمة المفرومة. حاطيت فلفل اسود. طبعا انتم مش تايهين. حاطينا الفلفل اسود وحاطينا شوية ملح وشوية شطة وخلاص وحاطيت اللحمة المفرومة. جيت هنا برضو آآ هبتدي اعمل البشاميل وكانت المكرونة برضو بتستوي. كانت الفراخ لسه على النار. آآ الفراخ البيضة وكده. فسيبتها فقلت ايه فجبت طبعا البشاميل اللي عملته ازاي? جبت اربع معالق آآ سمنة. وبحطيت زيت برضو يا بنات. وجبت آآ خمس معالق دقيقة. وابتديت كده اعملهم. وطبعا دي كانت البطاطس برضو كنت بعمل البطاطس يعني شوفه يعني هنا وهنا وهنا. يعني بسم الله ما شاء الله. يعني ملاحقة عالكل بمقنة اصح ملاحقة يعني واقفة عاملة الحاجة كلها. طبعا كنا خلصت وبقى ايه هبتدي افرد البشاميل كان البشاميل خلص وكده فهبتدي افرده في الحلة. طبعا لو وصلت معايا في الفيديو للحد كده ياريت تنزيل تشارفيني وتنوريني وتشترك في القناة وما تنسيش تفعل زر الجرس من الكل كنت اضغطي لايك ويديك الحلوة دي. المهم جيت هنا. هبتدي افرد البشاميل كده. عميتي قالت لعمليه سيب شوية. وهبتدي هنزل بعليه باللحمة برضو. وهاخده كده بقى لان يعني البتجاز بتاع حماية صغير وكده فهاخده واطلع شقتي وهعمل العصير وهنزل لهم هيكونوا هما ايه خلصوا اللي هما هيعملوه. يعني سبتهم بقى كانت سلفتي رب نزل حالها برضو. طلعت عاملة الرز عندها في شقتها وكده. فانا اخدت ايه دي هحطها في البتجاز عندي فوق. آآ وبتدي تفردها كده. طبعا نحط آآ عملت عاملة كله بالبشاميل. المقارونة كلها بالبشاميل يا بنات. آآ وبعدين شايلة البشاميل اللي انا هحطه على الوش بقى. وبعدين فردت كده اول آآ مرة. يعني اول آآ سطر ورجعت تاني حطيت اللحمة وفردت تاني سطر وهبتدي انزل بالبشاميل برضو. يا عميتي قالت لي آآ اعمليك كده. سيل شوية ما يبقاش ماسك. وفعلا طلع جميل جدا وكل شكر فيه. وكل شكر في الاكل بسم الله ومشاء الله. الايد فعلا اما اما بنساعد بعضنا بتبقى جميلة جدا يا بنات. ربنا طبعا آآ يعني اللامة بتبقى حلوة. فربنا بيبارك فيها. المهم هنا ما كانش عندي جبنة طبعا ميكس جبن وكده. فما كانش عندي غير شوية دول فحطتهم عليها. آآ عمي بقى شتير. طبعا هنا كنت اطلعت شقتي بقى وابتديت اولع من تحت كده. آآ يعني مش الشوية بقى لا اللي بتجاز من تحت. اللي هو الفرن من تحت. وابتديت اول ما عمل خد لون وكده. ابتديت بقى اعملها. آآ ارفعها. طبعا خدت هنا لون من فوق بصوك جمال. ايه الجمال والشياكة دي يا اعمل. وهنا وكنت عملت العصير برضو طبعا نزلت كان الاكل كله استقوا وكنا بنسخن بقى عشان ايه هنبتدي نفرد برة. طبعا هنصور تركوش المنظر بس ايه. آآ والله العظيم اللام حلوة يا بنات فعلا. ربنا يديم علينا الصحة والعافية. طبعا هنا كانوا له الزفر برضو اللي هو البط والحاجات دي. وجيت هنا بعد الروتين برضو. قلتنا لا مش هنقعد عملنا الشاي يعني وكده وخرجناه وبعد كده بقى جينا ايه انا وسلفتي هبتدي نخسل معينة. هي الصراحة كانت بت يعني ايه بتمسح البتوغاز وكده. وانا قلت ايه هخسل معينة الكبايات الاول وبعد كده هتبقى ايه تجي تسعيد. بجد يا بنات والله اللامة حلوة. الايدة ما بتبقوا كام ايه كده بتساعدوا بعض والله العظيم بتبقى جميلة. فربنا يديم علينا لميتنا. ورمضان طبعا اللامة الحلوة. آآ ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. ورحم موتنا وموتى المسلمين. وما يحرم اب من آآ من بناته. ولا يحرم بنات من امها وابوها. اللهم امين يا رب العالمين. آآ ربنا يديم علينا الصحة والعافية. ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. ورحم موتنا وموتى المسلمين بجد انا بديعلكم من جوه 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 قلبي. فلو وصلت معايا في الفيديو لحد كده ما تنسينيش باللايك والشير والشراك في القناة. لان بجد والله انا بتعم في الفيديوهات دي وبجد انا ببقى عايزة اصور لكم كل حاجة. وتبقى حاجة جميلة جدا ان انا عاد اصور وواريكم حياتنا البسيطة الجميلة من غير اي زواء او اي حاجة. تبقى جميلة جدا يا بنات. فشجعوني باللايك والشير والشتراك في القناة كده. وراح على بتجي بتاعتي من بيت امل عشان يوصل عشان تكتبي لي كومنتي هناك على الفيسبوك. وتعرفين ان انت متابعة من يوتيوب. ولو انت من الفيسبوك وراحت على القناة بتاعتي على اليوتيوب. اكتبي لي برضو عشان انزل ارحب بيكي. كلك تجي على راسي وبازن الله قناتي دي توصل لاعلى المراتب. بيكم والله العظيم هتوصل. انا واسكف كده. المهم جيت هنا اه انت بتعملي امل الحلة دي على طول. طبعا يا بنات اه بنعملها مياه سخنة. يعني بسخن مياه سخنة كده عشان بتساعد في سانية كده. اه نخسل. فطبعا ايه انا جيت هنا غسلت وسلفتي ربنا يسلح حالة برضو كانت بتاخد مني ويه وتخسل بالمياه النضيفة وكده بالحنفية يعني وكده. دي بتساعد يعني ايه بسرعة يعني. احنا متعودين على كده يعني يا حمادي كده نتقول الصبونة بنحط فيها صبونة كده. والتراقي يعني بمعنى صحيح. لان الحلة للالامونيا دي عايزة تتغسل بسلك وصابون يا بنات اللي هو العادي زي اللي انا بستخدمه في شقتي وكده. اه وطبعا كانت الكمية بسم الله ما شاء الله اللي اطباق كتير بما ان فيه يعني طبيق وكده اللي هو تقلية وكده فبقى الاطباق كتير يعني وكده بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا ما عملناش حلوة بقى. اه لان بجد كنا خلاص. يعني بجد كنا خلاص مع ان يعني لازومة اه مش كبيرة قوي بس كنا والله خلاص اه ربنا يخلي كل ابو وكل ام ويلموا اولادهم حواليهم. الله مأمين يا رب العالمين كده. اه وش في كل مريض ودايما ندعو كتير. وشوفوا انت وصلتم حد اللي وصل معايا في الفيديو الحد هنا. ما تنسينيش اللايك والشير والاشتراك في القناة. طبعا جيت هنا انا كنت خلصت. اه كنت خلاص نغسيل الموعين وجيت هنا. برضو هاخصل ايه? الحوض وحوالين الحوض كده يا بنات. وهبتدي بقى اخصل كده ونضف الحتة عشان ايه اخرج بقى لان هنطلع نصلي بقى ونشوف اللي ورانا وبعد كده ننزل نكمل الصهرة تحت بقى مع العيلة وكده. المهم جيت هنا. غسلت برضو الحلة دي. اه وهبتدي بقى حطها مكانها وهرجع برضو اخصل الحوض بالسلك. فبتبقى حاجة جميلة جدا ان انت تخلصوا وتشطابي بجد اللي تشوفيه. لو شفت الموعين قبل الفطار مش هتشوفها بعد الفطار. اه وإلى اللقاء في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.